إسقاط الجرعة السعرية ومحاربة الإرهاب التكفيري ذريعتان من بين ذرائع أخرى تحجج بها الحوثيون للنيل من الجمهورية وإسقاط صنعاه بعد مرور أعوام تحولت الجرعة إلى جرعات وبدلا من مواجهة ما قالوا إنه إرهاب تكفيري قدم الحوثيون بمحاربة القوات التي كانت بالفعل تقف في وجه تنظيم القاعدة قدموا خدمة للإرهاب أبعد من ذلك قال التقارير إن الحوثيين أفرجوا عن 70% من عناصر التنظيم المعتقلين في سجون الحكومية مركز صنعاه للدراسات في وقت سابق عن هذا الموضوع أكثر من نصف معتقلي تنظيم القاعدة الموجودين داخل السجون المدارة من الحوثيين تم الإفراج عنهم وفقا لأحد المصادر المقربة من تنظيم القاعدة قد تبلغ النسبة 70% وتجري محادثات الإطلاق صراحة المتبقين أطلق صراح معظم كبار عناصر التنظيم ويبدو أن المتبقين من الشخصيات الأدنى رتبة في التساسل القيادي لهذا التنظيم بالذرائع نفسها يجهز الانتقالي اليوم على الوحدة ويدمر ما تبقى من جيش الجمهورية اليمنية يقول لك مثلا أنه يريد اجتثاث الإرهاب من وادي حضر موت والواقع أنه يحارب المنطقة العسكرية الأولى التي تأذت أصلا وحاربت ولا تزال تنظيم القاعدة أبعد من ذلك قارت تقارير أن عناصر من تنظيم القاعدة يقاتلون أصلا في صفوف الانتقالي يسير الأخير المدعوم من الإمارات على نهج الحوثيين ويخدم الإرهاب عمليا بمواجهة القوات الحكومية يمن منتر عن المجلس الانتقالي الجنوب المدعوم من الإمارات يمثل الواجهة السياسية لأكثر من 120 ألف مقاتل دربتهم أبو ظبي وتنفق عليهم وعلى أسلحتهم وهو واحد من الغطاءات الأكثر رواجا في جنوب اليمن التي تقوم بتدريب وتجنيد مسلحين تابعين لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية بيديها وعبر وكلائها في اليمن استخدمت الإمارات ونتزال وفق تقارير صحفية ورقة الإرهاب للتخلص من هزومها وتحقيق مصالح خاصة في المهرية تشير الأحداث الميدانية إلى أن الإمارات استخدمت ورقة الإرهاب من جانبين الأول وسيلة لضرب القوات الحكومية النظامية وإقصائها من الواجهة وتهميش الحكومة اليمنية واستخدام الميليشيا التابع لها كبديل والثاني تحقيق مكاسب أمام المجتمع الدولي وعلى الرغم من سلسلة من العمليات العسكرية الإماراتية على الإرهاب في اليمن لم يتسنى قياس أي نتائج مل موسى على الواقع محاربة الإرهاب واجب إنساني وسياسي وقانوني واستخدام المصطلح كغطاء لتدمير الجمهورية والوحدة جريمة إنسانية وسياسية وقانونية وفي حين كانت محاربة الحوثيين للإرهاب مجرد دعاية لإسقاط الجمهورية يستخدم الانتقالي اليوم الدعاية ذاتها لإسقاط الوحدة وبين هذا وذاك صمتت النخب خوفا من أن تتهم بالوقوف إلى جانب الإرهابيين مثلما ندمت أو هكذا نحسبها على سقوط صنعاء ستندم على ما سيؤول إليه وضع الجنوب وصار الليل مشتملا علينا كأن الليلة ليس له نهار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة